بمناسبة الكلام على الاهل والزمالك. طبع من اكتر اللعيبة اللي تجابت سلتهم على الاهل والزمالك طول العمر. يعني مساعدة بدأت كل حد ما بطلت. احمد سيد وكر احل احلي. احمد سيد وكر احل زمالك. احمد سيد وكر احل 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 احلي. كل فترة انتقالات. فالاخر لا اهل اولا زمالك. ليه? والله كان هو كان نادي حرص الحدود. كان الموضوع ان احنا صعب نطلع منه شوية. مش انا بس يعني كان فيه احمد عيد وكان فيه عبد السلام نجاح. كنا عايزيني حافز طول الوقت على العيبة اللي عزيزيني بعضهم فريقه. اه طول الوقت. اه طول الوقت. وكان فكرة النادي ايمن نجاح بس. والحمد الله كنا قدرنا نعمل ده. اه بس هي يعني فيها وقت كان الموضوع شبه بيبقى خلصان وبرضه. امت بقى? كان مع مين الاهلي ولا زمالك? كان اهلي. كان اهلي. اه. انا قلت الكلام ده قريب. قبل مجزر ابو برسعيد يعني. اه. يعني انا كنت تقريبا خلاص الموضوع شبه خلصان. حصل المطش برسعيد وبعد كده حصل مكالمة بعد كده استنى شوية عشان لما الامور تهدى. ماشي. كان انا تقريبا عقد يخلص مع الحرس. اه. الوقت ده رحت لرس بلجيكا. اه طبعا. سنة ورجعت. برضو كنت المفروض رجاء عز مالك. اه. برضو الموضوع تاخر شوية. اه. رحت تسموها. اه. بعد كده اتفتح موضوع الاهلي شوية برضو مع جريد وكده. بس بس موضوع سموها ده بقى. الموضوع عز مالك اه. اتفتح في الاول اول ما جيت مصر. وبعد كده اتقفل. اه. فبعد كده انا رحت تسموها. اول ما رحت تسموها بدأوا يكلموني تاني. عز مالك. اه. اه. فبدأ بقى الموضوع مع الادارة. مع الموانس فرج عامر. اه. فرفض. طلب بقى فلوس. قالوا ليه لأ ما احنا. انت لسه اصلا ما لعبتش. وانت طوله ما انا مضيت. واخدت فلوس. يعني راجل من حقه. فانتوا شوفوا انتوا حلوا بقى الموضوع. اه. انا برضو انا برضو كان عندي سنة استعجل شوية. استعجل في ايه. ان انا يعني ما كنتش بستنى. يعني كنت ممكن استنى في اي مرحلة التفاوت دي كنت تلاقيني في حتة من الاهل او الزمالك. اه. بس انا كان عندي حاجة دايما. اه. ان الاهل لو الزمالك طالما عايزينك. مش هيقول لك استنى او. طب نشوف مش عارف ايه. لا طالما عايزينك هيخلصه. صح. لكن انت هتتردد شوية انا مش همشي معك في التردب بتاعك كده. عن ايدي يعني. اه. لو عايزت خلصني خلصني. بس انا موضوع الفترة بتاعتي مع مع الاهل كنت لازم استنى عشان هي فعلا كانت ظروف دولة. اه ظروفها اللي بتفرق في ايه? لا حاجة كتير. يعني احنا استلل حال الوقت من الكلام احنا سيدوك كان نجمي كبير في تاريخ منتخب مصر و بس بحيس دايما انه اللاعب اللي ما بلعبش اهل وزاكي قال اهل يعب كده 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 عبزار الساقة. لا بتفرق. قال لي انا نقصني ان انا نلعب باهل اه. ليه بقى? هقولك حاجة اه ما بتخرجش من منتخب بسرعة. اه. مش سهل انك تخرج من منتخب. اه تاني حاجة بعد ما تبطل. اه. اه. بانت بيتقال عليك فلان نادي الاهلي. وانت عارف نادي اهلي اوزا مالك. اه في الاعلام. اه في اي نادي جديد في اي منظومة تتفتح جديدة اهلي اوزا مالك. اه. فهي للأسف هي مسيطرة على الموضوع. طب بما انك اعتزلت بقى فالله بسأل السؤال ده براحت دلوقتي. وقتها كنت نفسك تلع في اهلي ولا لزا مالك? والله وقتها مش مش يعني بس هو كان الصراحة كان الاهلي اقوى وقتها وانا كنت قريب يعني كنت قريب من الاتنين بس يعني في المنتخب كنت قريب من لعبة الاهلي. قريب جدا من لعبة الاهلي. هو كان قوامل منتخب اي مع لعبة الاهلي وقتها. اه. فده اللي كان يخليك نفسك تروح الاهلي عن الزمالك. الاتنين كبار طبعا. بس ده اللي كان يخليك مالك. مش نفسي. مش نفسي. بس هي هي المفاوضات قد اكتر الأهلي. يعني أنا الزمالك مكادش كتير خلي بالك. يعني الزمالك بفاوضات هي مرة واحدة بس لما أنا رجعت من بلجيك. كان كنت حلمه طوله اللي ماسك. وهو كنت حلمه عارفني أصلا. فهي دي كانت بسيطة يعني. ما حصلتش الموضوع نصيب. لكن الأهلي كان فيه جدية أكبر. الأهلي من يعني من هنا صغير كمان. يعني حصل تفاوض من هنا في الشمس. آه. كنت ناشئ صغير بس كان برضو الفترة دي لما الأهلي خسر الدوري. وبدأ ويجيبه بقى كابتا عمد النحاس وبركاته للمجموعة دي. آه. فأنا كنت رسا صغير يعني. فبعد كده رحت لإسماعيل لسانة. وبعد كده بقى رحت الحرس رحت المنتخب. بدأ بقى أو ما رحت المنتخب بدأ كلام. كم مرة تعلي طلبك؟ من أيام ما كنت في الشمس. يعني الشمس مرة وفيه مرتين تقريبا. مرتين. يا ثلاث مرات.